ستة وخمسين بالميال بوستسشن تتة وعشين خمسة المحاولات الوجومية سبتاشر رقنية لسفر البافاري يستحق ولكن لابد التجهيل والرأسية والهدف الأول جول 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 دعي البافاري باير المنجل فعلها من مولر مولر يستجل هدف جارت مولر يحيا من جديد آلي مولر يحيشون وينعزون بهذا الهدف عن طريق توماس الباير منشن هو العريس واحد سفر باير واحد سفر كور على القيم الثاني مولر يضرب بالرأس يقول لهم ضخط ضخط ودوخط الملايين الله يا المولر بالرأس سيا في سقف المرمى ما يجي باش من الشبكة العملاق تشاك وهدف والأروع في ظهر المدافعين المتابعة رأسية رأسية زاحفة رأسية تسعد العشاك رأسية تدف التاريخ رأسية تدول اسم خامس يا باير البايرن هو بطل أوروبا يستهلوا الحقيقة يستحقوا الحقيقة من أجل تعادلية هناك في المجالس هناك في المقاهي هناك في الديوانيات يتكلمون هناك من يشجع الأزرق بموت وهناك من يحب البايرن والتعادل الشلسوي التعادل الأزرق يا دروغبا يا صيادهم يمدمرهم يمعذبهم يمسلشل يا دروغبا يا دروغبا 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 الهدف الخامس على الألمان مش ممكن مش معقول دروغبا يطول الليلة للإكستران تايم براسية خون وبضربة الزعيم وبهدف الأزرق الزعيم لجول جول درديد يا دروغبا واحد 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 شوف الرئاسية شوف على القائم الأول شوف على القائم الأول يا دروغبا حتى من نفس المكان حتى التقريب في سكف المرمى قالوا انت علي يا مولر وانعلي علاها دروغبا غلاها دروغبا على البافاري بايرن ويرجع المباراة لنقطة البدايات لنوغة للإنثلاقات لما يُعَدل أسر Tang الألغور أحسنته احسنته احسنته إقوية الكثير من دروغبا تحسنته ستعان تجاح ترونه الأنه دعروغبا يتعان ترونه بهترانه لسوذانية لنفس العودة ويرجع و strict لنفسية من حدا جلس ربا ربا رسومي رسومي كيف اشيط لنفسي رسومي وقوى من واحدة كان الBarcellona intanto Robin tira mano quindi ci trovo la perintesi perché basta? no anche perché comunque a Madrid l'aveva calciato dall'altra parte e quindi qui non ha guardato assolutamente il check perché si era già spostato verso quel lato qui ha cercato la potenza senza guardare e sinceramente da un giocatore come Robin a dirai che la stanchezza è una finale di cero Torres devo dire che dopo anni difficili questo scorcio da quando è arrivato di Matteo sembra anche rinato e pensare che il suo primo approccio per quel che riguarda il campeonato inglese era il 2007 quando arrivò all'Atletico Madrid e approdò a lì